وقعت وزيرة الصحة والسكان هالا زايد ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي اتفاقاً إطارياً بين الوزارتين لدعم مشروعات الخدمات الصحية العاجلة والتصدي لفيروس كورونا بمحافظتي سهاج وقنة ضمن البرامج التنموية المحلية في صعيد مصر أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تقييم عدد من المنشآت الصحية في محافظتي سهاج وقنة تمهيداً لتطويرها ورفع كفاءتها وفقاً للمعايير العالمية للجودة وذلك تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في كلتا المحافظتين إضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها حائط الصد الأول للتصدي للأمراض المعدية والأوبئة